اشتركوا في القناة حيث تشرف السيد عبد الناصر بإهداء جلالة الملك المفدى الوثيقة الأصلية لرزنامة الزبارة والبحرين وهي من مقتنيات مكتبة فضيلة الشيخ يوسف الصديق رحمه الله حيث تعتبر هذه الوثيقة التي صدرت قبل 140 عاما قيمة تاريخية مهمة وقد أعرب حضرة صاحب الجلالة عن شكره وتقديره على هذا الإهداء القيم مستذكرا جلالته مناقب الفقيد فضيلة الشيخ يوسف الصديق رحمه الله وحرصه على حفظ هذه الوثائق التاريخية الهامة إلى جانب دوره في العلوم الشرعية والدينية والوعظ والإرشاد معربا حفظه الله ورعاه عن تقديره للسيد عبد الناصر الصديقي لاهتمامه بمثل هذه الوثائق والمخطوطات المهمة التي تبرز جانبا مضيئا من تاريخ ونهضة الوطن العلمية والثقافية وأكد جلالته على المكانة المتميزة التي تحظى بها مملكة البحرين بما تمتلكه من حضارة وتراث عريق وتواصل ثقافي مع مختلف الحضارات القديمة ومركز إشعاع للثقافة والعلم والمعرفة متمنيا جلالته للسيد عبد الناصر الصديقي كل التوفيق في خدمة وطنه ومجتمعه وتقديرا من جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لفضيلة الشيخ يوسف الصديقي رحمه الله ودوره في خدمة وطنه ودينه فقد أمر جلالته بالإسراع في إطلاق اسم الشيخ يوسف الصديقي على أحد شوارع منطقة الزلق وقد أعرب الدكتور الشيخ خالد عن شكره وتقديره لجلالة الملك على هذا اللقاء مؤكدا بأن جلالته له الدور الأول والمؤسس في تاريخ البحرين ومن أهم هذه الشواهد إنشاء مركز الوثائق التاريخية قبل أربعين عاما ودعم جلالته للمؤرخين والاهتمام بالوثائق التاريخية وحفظها